أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا يمنح ولايتين النيل الأزرق وجنوب كردوفان حكما ذاتيا وفقا لاتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر الماضي وينص الاتفاق على منح الولايتين حكما ذاتيا من دون المساس بوحدة السودان شعبا وارضا بعض مخرجات جوبا يحين قطافها ذاك اتفاق أكتوبر الماضي على عودة نظام حكم فدرالي في السودان بين حكومتها وممثلين لحركات مسلحة أغلقت أبوابه جحيم اشتباكات امتدت سنوات منح ولايتين النيل الأزرق وجنوب كردوفان حكما ذاتيا أحد وعود جوبا للسلام يصدر مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بذلك وتعمم وزيرة الحكم الاتحادي بوثينة إبراهيم بدأ تنفيذ المرسوم على واليين منطقتين تتمنتع الولايتين بنظام الحكم الذاتي دون المساس بوحدة السودان شعبا وأرضا تؤكد الوزارة في بيان لها نية حسنة يفسرها وكل أول وزارة الحكم الاتحادي يقول إنها خطوة مهمة لتنفيذ سلام طال انتظاره بحسب الوكيل المرسوم عالج أكثر القضايا تعقيدا في نظام الحكم بالولايات وجذور مسببات الحرب فيها فهاتان ولايتان دخلتا حروبا منذ عام 1985 ضد الحكومة المركزية في الخرطوم قادها حينها شبابها تحت مظلة الحركة الشعبية لتحرير السودان احتجاجا على تهميش تنموين والسياسي أمام ولايتين هما الأكثر تنوعا من حيث الأعراق سبق الخطوة حديث البرهان قبل أيام إذ قال في مقابلة إن المرحلة الانتقالية فترة صعبة للسودان ليس سهلا أن تقطع تراكمات الماضي بنمط إدارة مختلف يضيف وقبلها خطوة أخرى تتمسك بالاتفاق عندما أصدر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قرارا بتعين قائد حركة تحرير السودان حاكما لإقليم دارفور غربي البلاد يترجم الاتفاق إذن على مهل طحواه أن تتمتع أقاليم سودانية بالتمييز بعد أن عانت من تهميش تاريخي ليتسنى لها اللحاق بالأقاليم الأخرى ومن الخطوم ينضم إلينا مرسلون نزار البقداوي نزار كيف استقبلت هذه الخطوة شعبيا وسياسيا في السودان نعم ريمة يعني مصطلح الحكم الذاتي ليس جديدا في القاموس السياسي السوداني ظهر منذ العام 1972 وسبعين عندما تم توقيع اتفاقية أديس أبابا بين جمهورية السودان في ذلك الوقت والحركة الشعبية لتحرير السودان حينها ظهر مصطلح الحكم الذاتي لجنوب السودان هذا الأمر لم يمضي إلا لسنوات قليلة وأولغي من قبل الرئيس السابق جعفر النميري في العام 1983 هذا المصطلح الذي تم التأكيد عليه اليوم من قبل مرسوم سيادي أصدره رئيس مجلس السياد عبد الفتاح البرهان أعطى منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان النيل الأزرق هي ولاية معروفة تحادد أثيوبيا ولها حدود مع الداخل السوداني أما ولاية جنوب كردفان فتضم جبال النوبة وتضم أيضا ولاية غرب كردفان ولاية غرب كردفان ريمة سيكون لها وضعية خاصة بعد أن يتم إقرار مؤتمر نظام الحكم في السودان ستخير هذه الولاية هل ستنضم مباشرة إلى الحكم الذاتي في ولاية جنوب كردفان أم ستستقيل كولاية لذاتها الذين أيدوا هذا المرسوم الذي صدر من قبل مجلس السيادة يقولون بأنه سينهي عقودا من الظلم تعرضت لها منطقتاء النيل الأزرق وجنوب كردفان هناك ظلم لحق بهتين المنطقتين هما يتمتعان بتعدد إثني وعرقي وديني ولم ينال حظا من التنمية والظلمتاء اقتصاديا وسياسيا وهم شتاف الخدمات والتنمية لذلك ما تم اليوم يعني هو بداية جديدة لإحقاق الحق هو بداية الإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بجوبا مسألة الحكم الذاتي طرحت بقوة خلال اتفاقية جوبا طرحت الآن خلال هذه الجولة التي تم رفعها بين الحكومة السودانية وحركة عبد العزيز الحلو مسألة الحكم الذاتي طرحت من قبل الحركة الشعبية وطرحت أيضا كمفاضلة بينها وبين تقرير المصير وبين فصل الدين والدولة لذلك هذه المسألة هي مسألة الآن ترحب بها من قبل الجماهير في منطقتين نيل الأزرق وجنوب كردفان سياسيا ينظر على أنها أولى المحطات لإنفاذ اتفاقية جوبا ينتظر أيضا استكمال التأمين على أقاليم دارفور التأمين على المجلس التشريعي التأمين على المحكمة الدستورية كما نصد عليها اتفاقية جوبا وتبقى فقط إقرار كل ما تم الاتفاق عليه بجوبا حكم ذاتي وفي الانتظار أيضا بقية ما سيتم الاتفاق عليه شكرا النزار البقداوي من الخرطوم